اشتركوا في القناة جزائري حقق الأهم كان في الموعد وانتزع ورقة الترشح للدور القادم صالخير جلال تحية لك لضيوفك الكرام هنيئا على المدرب الجزائري محيدين خالف تأهل الخضر للدور ربع النهائي بانتظار تعرف على الخصم في هذه المباراة وأكيد سيكون خصم من العيار الثقيل بالنظر لمجموعة من حديد وهي المجموعة الرابعة والتي سنشهد لقاءاتها يوم غد على العموم المنتخب الجزائري كما قلنا في مداخلة الأمس المنتخب الجزائري ارتاح لأرضية الميدان ميدان مالابو أفضل من منقومه بشيء كبير جدا وتمكن من فرض أسلوب لعبه على المنتخب السنغالي السنغال التي كانت ربما نقطة واحدة كفيلة بتحقيق التأهل بالنسبة لها للدور ربع النهائي ولكن المنتخب الجزائري فاجأ هذا الفريق وكان سوفيان فاغولي في الدقيقة الأولى أن يفتتح باب التسجيل للمنتخب الجزائري ولكن تدخل حارس المرمى حال دون ذلك ليعود محرز نجم اللقاء صراحة بكل ما تحمل كلمة من معنى والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لتسجيل هدف أكثر من جميل ومن ثم الثنائية تكتمل في شوط المباراة الثانية ليقضوا الخضر على أمال المنتخب السنغالي على أسود ترنغا في العبور للدورة الثانية على الرغم من أن السنغال قدمت مباريات في المستوى ونضعها بين قوسين صراحة لأنها ليست تلك السنغال التي كنا نعرفها ليست السنغال حج ديوف وعدد كبير من النجوم الذين قدموا مشوارا رائع على الكرة السنغالية على العموم المنتخب الجزائري فرح بهذا الإنجاز الجمهور الجزائري الذي حج أيضا كان فرحا بهذا الإنجاز تحدثنا مع اللاعبين والكل يعبر على أنها ربما أفضل ردة كانت أو ردة فعل على من شكك في قدرات المنتخب الجزائري في إمكانياته البشرية وبأن الصورة التي عكست على الخضر بعد القدوم من مونديال البرازيل ستبقى كما هي هنا في كأس غينيا الاستوائي 2015 اللاعبي المنتخب الجزائري كلهم متفاؤل بالمرحلة المقبلة وبأن اللعب هنا في ملعب ملابو سيجعل المنتخب الجزائري بأريحية كبيرة في لقاءات المقبلة في حال ما إذا تجاوز بإذن الله الدور ربع النهائي كان لنا أيضا حديث مع محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري عرب عن ارتياحه للنتيجة المسجلة وهنى اللاعبين المنتخب الجزائري اليوم جلال ظهر بشكل جيد على كل المستويات رئيس مبولحي كان متألقا في حراسة المرمى وصد عدد كبير من هجمات المنتخب السنغالي أيضا خط الدفاع بقيادة مجيد بوغرى فوزي غلام وآخرون كانوا بشكل رائع بن طالب كان متميزا في لقاء اليوم وسفيان فغولي وإبراهيم إبراهيم الذي استبدل بسبب الإصابة كانوا في خط الوسط بشكل أكثر من ممتاز سوداني شهدنا إشراكه اليوم ربما لرأب الصدع الذي حدث في المنتخب الجزائري بسبب إجلاس عدد من اللاعبين ومنهم سوداني على مقاعد البودلاء ولكن لم يتمكن من زيارة الشباك ولكنه قال لميديان تيفي بأنه متفائل بالمرحلة المقبلة على غرار كل نجوم المنتخب الجزائري الذين حاورناهم اليوم ولكن هناك ربما أقرأ فيه قسمات وجوه بعض اللاعبين الذين لم يدخلوا اليوم سواء كبودلاء أو كأساسيين بعض الغضب صراحة ومنهم إسلام سليماني لا نريد أن ننبش في خبايا الخضر ولكن هنيئا لهم التأهل اليوم أبدعوا على كل المستويات حتى اللياقة البدنية ظهرت متميزة أفضل من مباراة المنتخب الغاني وحتى أفضل من مباراة جنوب أفريقيا الأخطاء الدفاعية لم ترتكب بشكل كبير وإن كان صراحة سوء طالع مع منتخب السينيغال كل التسديدات كل كرات كانت تصطدم بخط دفاع المنتخب الجزائري خط ربما من حديد صلب تمكن من صد كل الهجمات وبالتالي حاز على نقاط التأهل للدورة بالنهاية كثاني المجموعة ننتظر صراحة لكي نتعرف على الخصم لأن المجموعة الأخيرة المجموعة الرابعة فيها منتخبات من العيار الثقيل كاميرون كوديفور مالي وغينيا وكلها منتخبات تتوفر على نقطتين أي أن كل الأمور واردة في هذه المجموعة ولكن أيا كان الخصم أكيد أن المنتخب الجزائري تجاوز عقبة أو الإخفاق أمام المنتخب الغاني وتمكن باللحاق بالبلاك ستارس في المجموعة الثالثة للدورة بالنهاية لننتظر الآن منتخبان عربيان متأهلان للدورة بالنهاية تونس والجزائر وبإذن الله سيكون الإبداع عربي مغاربي في هذا الكأس جلال اشتركوا في القناة